في موضوع آخر أثار قرار مصرف ليبيا المركزي إغلاق منظومة حجز العملة الأجنبية للأغراض الشخصية إلى نهاية شهر مارس الجاري حفيظة مختصية الاقتصاد في ليبيا الذين انتقدوا سياسة المركز بشدة معتبرين أن مثل هذه القرارات من شأنها الإذرار بمصلحة المواطن بالدرجة الأولى تفاصيل أكثر حول هذا القرار وإنعكاساته المحتملة في هذا التقرير رجت هزت الأوساط الاقتصادية في ليبيا بعد إعلان مصرف ليبيا المركزي عن إغلاق منظومة حجز العملة الأجنبية للأغراض الشخصية إلى نهاية شهر مارس الجاري على أن يتم استئناف العمل بها في 31 من الشهر ذاته ولئن لم يحدد المركز قيمة العملة التي جار حجزها وعدد الأفراد فإنه سبق أن نشر بيانات توضح أن عدد المسجلين بهذه المنظومة الإلكترونية كان قد بلغ 72 ألفاً وأربعمائة فرد بعد مرور قرابة يومين على فتحها في الثاني من فبراير الماضي وتحديد جملة من الضوابط لشراء النقد الأجنبي للأغراض الشخصية ومن بين ضوابط المركزي كانت تحديد مبلغ قدره أربعة آلاف دولار أو ما يعادله من العملات الأخرى كحد نقص لما يجرى بيعه للشخص الواحد من خلال جميع المصارف العاملة في ليبيا كما كانت الضوابط قد منحت المصارف صلاحية البت في طلبات بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية عن طريق الرقم الوطني لكل مواطل الليبي يبلغ من العمر 18 عاماً فما فوق بعد استفاء المتطلبات الواردة لمنصة حجز العملة الأجنبية للأغراض الشخصية قرر غلق منظومة حجز العملة الأجنبية أثار حفيظة مختص الاقتصاد الذين اعتبروا أن اتخاذ المركز لإجراءات حاسمة دون دراسة دقيقة قد تكون نتائجه وخيمة على سعر صرف الدولار الذي يشهد تصاعداً كبيراً وفي السياق ذاته أرجع عضو هيئة التدريس بجامعة مصراط محمد السنوسي ضمن تصريحات اللصدى الاقتصادية أن سبب إقفال منظومة الأغراض الشخصية هو سعي الصديق الكبير إلى وضع سقف شهري للأغراض الشخصية مرجحاً أن لا يتجاوز 800 مليون دولار شهرياً كما اعتبر أن محافظة المركزي يرتكب نفس الأغطاء التي ارتكبها في السنوات الماضية ما بين 2014 و2018 بمنح الدولار بسعر الرسمي لبعض التجار في حين يضطر المواطن لشرائه بسعر السوق السوداء وهو ما قد يتسبب في تضخم سعر الصرف من وراء قرارات غير مدروسة وغير منطقية وفق قوله تصريحات أيدها الخبير الاقتصادي إدريس شريف الذي يرى أن توقف بيع العملة الأجنبية من مصدرها الرسمي الوحيد في بلد يرتكز اقتصاده على الاستيراد قد يخلق طلباً إضافياً غير طبيعياً على الدولار ما يعني تضعف حجم الفجوة بين العرض والطلب من جهته انتقد عضو اللجنة المالية بمجلس الدولة على السويح إغلاق المركز لمنظومة حجز النقد الأجنبي متسائلاً ما ذنب المواطن في عدم الحصول على مخصصاته بسهولة خصوصاً وأنه يعتمد على هذه المخصصات في العلاج والتعليم والسياحة مشيراً إلى وجود سوء إدارة لأموال الدولة غلق منظومة حجز العملة الأجنبية قرار أعاد المركزي إلى مرمى الاتهامات ليتجدد السجال حول مدى نجاعة السياسة النقدية لمصر في ليبيا المركزي